اهلا بكم لا وجود لدولة القانون لا بوجود مؤسسات تكرس لهذا المفهوم الدستور المغربي الذي تم اقراره عام 2011 جاء بعدد مهم من المؤسسات والهيئات الضامنة للحق الحام والحقوق الفردية هذه المؤسسات والهيئات شكلت منعطفا بارزا في مجال الحكامة والديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون في المغرب وعن مسار بناء المؤسسات الدستورية ببلادنا يقول الدستور 2011 إن المملكة المغربية وفاء لاختجاراتها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتحددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن من أبرز مؤسسات الدولة المغربية البرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية يسودها البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية وحسب الفصل التاسع وثمانين من الدستور تمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرامج الحكومية البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية من أبرز مؤسسات الدولة كذلك المحكمة الدستورية وتمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين تنظيمك وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء كما تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضك ننتقل الآن إلى المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة يمرس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية وتفعيل للفصل الـ 51 بعد المئة من الدستور تم إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يدلي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وللحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشير المجلس في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي جاء الدستور أيضا بهيئات حماية حقوق الإنسان والنهض بها على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها هناك أيضا الوسيط وهو مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن حقوق الحقوق التي هي في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين أما مجلس الجالية المغربية بالخارج فيختص بإبداء آرائه حول توجهات السياسة العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم من جهة أخرى تسهر الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز المحدثة بموجب الفصل التاسع عشر من الدستور بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في نفس الفصل المذكور يتوفر المغرب بلد المؤسسات أيضا على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين بينها الهيئة العليا للاتصال السمعية البصرية التي تتولى السهر على احترام التعبير التحددي لطيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري هناك أيضا مجلس المنافسة وهو هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم مناقشة منافسة حرة ومشروع بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية فيما تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على الخصوص مهم المبادرة والتنصيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سجاسات محاربة الفساد وبخصوص هيئة النهوض بالتنمية البشرية والمستدام والديمقراطية التشاركية فنجد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهو بمثابة هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي أما المجلس والاستشاري للأسرة والطفولة فيهتم بتأمين تتبع وضحيات الأسرة والطفولة وإبداء آراء حول المخاططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية من بين هذه الهيئات أيضا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وهو هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين شكرا على طب المتابعة مشاهدنا الكرام